النهاردة حبيبي اناعمل مع بعض العشورة اناعملها بطريقة سهلة وبسيطة كل سنة وانتو طيبين حبيبي تعبوني ريهات الفيديو عشان تشوفوا معي الطريقة خطوة بخطوة تعمليها بكمية كبيرة وطعبها بيكون جميل جدا جدا والنهاردة حقدمها لكم زي ما بتتعمل في افخم محلات الحلويات فتعموني بقى كده عشان بدل ما تشروها ببرة تعمليها في البيت وتعمليها لأولادك وتعمليها بالطريقة المزبوطة ويلا بيلا حبيبتي لتابع مع بعض الخطوات خطوة بخطوة ما تنسيش تصالع على رسول الله كتابة تعليقات عشان تبقى الصداء الجارية اليوم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم أخوتي وحبايبي في اللي في قناتي على اليوتيوب أسرار الطبخ الاحترافي مع الشريف حنايا والرأيي تعالوا بينا حبايبي نبدأ الفيديو على بركة الله ونصلي على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه أنا معي أول حاجة كوبايتين ونص من الغلة دول وزنهم قد إيه وزنهم نص كيلو أنا بجيب الغلة وبنقيها كويس الأول يعني بحطها في عدلية وبنقيها لو فيه زلط تينة أو أي حاجة ساعات بيبقى فيه تينة لاشفق زلط كده فلازم تلاقيها كويس أو حبوب غلة تكون مثلا مش كويسة فبرضو تبص فيها بعد كده بنخسلها كويس جدا بتحطيها في مصفة وبعد كده بتخسريها كويس جدا كزا مرة لحد المية ما تبقى لونها أبيض الخطوة دي دي أساسية طبعا لو أنت عملت الخطوات دي اللي أنا بعملها معاكي النهاردة هتطلع معاكي العشورة زي ما بتتعمل في أفخم محلات الحلويات هنا زي ما انتم لاحظين أنا كل ما بخسلها بحط شوات مية بخسلهم بتلاقوا المية لونها بها أصفر لا أنا عايزة بقى إيه أنا عايزة يعني قتل نقسم فيها واتخلص من المية ديت اللي هي المية الصفرة لحد ما يبقى المية لونها أبيض خالص طبعا أنا قررت الخطوة ديت كزا مرة زي ما انتم شايفين يعني مش خمس ست مرات لا دا كان كتر من كده لحد الايه لحد المية ما بيضت كده ايه معايا بعد كده بحطها بقى ايه بحطها في علبة وأحط عليها مية تانية نظيفة وبنقحها بقى ايه بتلقعيها لمدة ساعة زي ما انتم شايفة اعملي معايا نفس الخطوات بالزبط طبعا هتلاحظوا اللي أنا وأنا عمالة بخسلها الحجم متاحة كبر بس هي لسه ما استواتش فاحنا بنقحها بقى في مية نظيفة لمدة ساعة مش هقولك بقى خمس ست ساعات او تلقعيها من بالليل لا هي ساعة الزمق نعم وهتبص تلاقي اللي الحجم متاحها كبر كبير نعم زي ما انتم شايفة بعد ساعة الزمق نعم هنبدأ ايه اللي أنا أتخلص من المية اللي هي مية الناع الغلة كانت منقوعة فيها وبعد كده اجيب بحلة واحطها احط الغلة ديت فيها وحط بقى عليها مية تانية هنا انا اتخلصت من المية الناع زي ما انتم شايفين هنا بعد ما عدا ساعة الزمن عليها اه بحطها بقى ايه في الحلة واحط عليها اه مية نظيفة زي ما انتم شايفين نعم وبعد كده حغليها اه على البتجازة الشفشة ده بياخد حوالي اتنين رتل فانا حطيت عليها حوالي رتل ونص كده من المية اه طبعا انا اهنا قط بقى ايه في الخطوة ديها تحولع بقى ايه البتجاز وحط الحلة اه اول النار هتبقى عالية اه لحد المية ما تبدأ تغلي اول المية ما تبدأ تغلي اه حوضت البتجاز اه وبعد كده حسبها بقى ايه تغلي كده لمدة ايه مدة ساعة زمق نعم بعد ما يعد عليها ساعة زمن حطف البتجاز واسبها اه اسبها بقى ايه في المية السخنة دي يبقى طف البتجاز بعد ساعة بعد ما يعد عليها ساعة حطف البتجاز وغطي الحلة بالغطى واسبها لحد الحجم بتاع الغلة ما يبدأ يكبر وتتشرب المية اه كلها هتلاقي اللي هي شربت المية كلها بنفس الطريقة والحجم زاد زا ما انتم شايفين والغلة فتحت كده اه زا ما انتم شايفين اعملي نفس الخطوات اللي انا بعملها بالزبط عشان هي دي نفس الخطوات اللي بيعملوها اه اكبر الشفات فافخم محلات الحلويات وبيبقى بقى الطبق لوحده بيبقى غالي اه فاتت عملي نفس الخطوات وحتعمليها اه بطرق سهلة هنا بقى ايه انا معي اتنين كيلو ونص من اللبا انا اه زا ما انتم شايفين اللبا كان مغلي وبارد ده اه حطيت كده اه اه بحط كده شوية انا هنحطوه بكلهم على فكرة هم اتنين كيلو ونص من اللبا انا هنا بقى هنا في الخطوة ديت عم حط اه حوالي اه 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 اربع بعالي كبار او خباس بعالي كبار من النشا بس انا مستخدمتش النشا فاكرين الاه فاكرين بودرة الايس كريم اللي انا كنت اغنق عليه ومنزيلها معاكم في القناة اللي ايه نشا وكنت حاطو عليها كريم شانتي اه فانا اه كان عندي منها فانا حطيت الله هو llamتفارة وعليه اكياس الكريم شانتي اللي انا كنت عامليها عشان اعمل لها ايس كريم فطبعا كل صيف لازم اللى انا اعمل ايه اه إه علي الكريم شانتي فأنا حطيت خمس معالق كبار من خليط النشا اللي عليه كريم شانتي بودرة فده طبعا هيخلي العشورة في سكة تالية خالص هيخلي تعبها جميل جدا وحطيت عليها رشة كده فانيليا بودرة وحطيت كوباية من السكر ربع كيلو من السكر وزا ما انتم شايفين يبا أنا كده قلبت مع شوية اللبن خمس معالق كبار من يتحطيه من نشا بس وتحطي خمس معالق من النشا بس وممكن تحطي كيس كريم شانتي عليه واتدو بيهو وتحطي رشة فانيليا ربع معالاها كده صغيرة من الفانيليا وبتقلب كله مع بعضه كده وتحطي ربع كيلو من السكر وانتم نقلب فيها بقى كده على البوتاجيه زي لحد قوم ما يتقل ايه معايا ويبقى القوم بتاع حقوقتي لان طبعا في محلات الحلويات برا هما بيحطوا كريم ملباني فانت ممكن تحطي بدلها كريم شانتيه يا فده حيعزز الطعم بتاع العشورة وهيخلي طعبها جميل جدا فعشان كده انا استخدمت البودرة الايس كريم اللي انا كنت عاملها من النشا عشان اعمل بيها ايس كريم اللي هو النشا ومخلوط عليه كريم شانتيه هنا بعد العشورة مستوت كده وقوم تقل معايا ببدأ بعد كده بيكون معايا بقى الكسات والاطباق تكون طبعا نضيفة غسلها كويس جدا من الشفاها بفوتة نضيفة وبعد كده بنبدأ نعبي العشورة بقى ايه في الكسات كده ازحها كده في الكسات كلها انا حطيت مليت اتنين معاكم ووزعت بقى انا بقى يال باقي كده هوت بنفس الطريقة عملت معايا شوفوا النص كيلو يعني باسم الله ما شاء الله عمللي كمية كبيرة جدا لو انت افراد الاسرة عندك يعني مش كتير فممكن تعملي ربع كيلو غلة بس بتعمليش النص كيلو زي ما انتم شايفين لان النص كيلو بيعمل معايا كمية كبيرة يعني باسم الله ما شاء الله فعايزة تعملي كمية بسيطة فممكن تعملي نص كيلو يعني تعملي نص المقادير اللي انا عملتها شوفي انا استخدمت قد ايه سمن نص وعملي انتي نص المقادير طبعا بتبقى جميلة جدا والطعم بتاعها بيكون جميل جدا جدا زي اللي بتتعامل في افقر محلات الحلويات وبيبيعوا طبعا مش بيقدموها بقى في كساد زي كده بيقدموها في علب وبتتباع بتبقى سعرها غري جدا شكرا مشاهدة السلام عليكم